السلام عليكم السلام عليكم سنة عظيمة ومهجورة لا يعلمه أكثر الناس قلت وقلت وحتراتيكم قبل ذلك أن حياء السنة المهجورة في آخر الزمان عندما تفسد الأمة وينتشر الجهل بين الناس وتنداثر السنة وتصبح السنة بضعة والبضعة سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ينداثر العلم وينتشر الجهل بين الناس وتضيع السنة فمحيون الذين يحيون السنة المهجورة التي أعلمه أكثر الناس كل واحد منهم بمثابة أمة يعني بتعمل سنة لا أعلمه أكثر الناس فيه سنة مهجورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوطر والهذا الحديث روح الإمام النسائي بسنة صحيح قال سبحانه قال سبحانه الملك القدوس وفي رواية قال ثلاثة مرات رفع صوته فقال ثلاثة مرات سبحانه الملك القدوس وكان عليه صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أقبض نعامر لا تدعهن إن استطعتها في كل صلاة يعني يعني تقرأ في الوطر لو أنت صاريت الوطر تلاث مرات صوت الأعلى في الراكعة الأولى وفي الراكعة تانية تقرأ صورة الكافرون وفي الراكعة التالية تقرأ صورة الإخلاص ولم ينعم قراءة المعوذاتين وبعد ما تنتهي من الصلاة تحيي هذه السنة المهجورة وتقول سبحانه الملك القدوس ثلاثة مرات بنية إحياء السنة المهجورة وقال عليه الصلاة والسلام المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد فأكثر الناس اتباعا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحياءا للسنة المهجورة هم أخروا الناس منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس العالى من الجن فأنا قلت أنت حافظكم قبل كده يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في صواب الزكر والتسبيح لو يعلموا التاجر ما في ما في ثواب من ذكر الله لا ترك تجارته ولو يعلموا الأمير ما في ذكر الله لا ترك إمارته وأن ثواب تسبيحة واحدة لو وزع على أهل الأرض جميعا لكان حظ كل واحد منهم كمساحة الأرض أو كحجم الأرض عشر مرات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ثواب تسبيحة واحدة لو توزع على جميع أهل الأرض نصيب كل واحدة هيبقى أدبوا صحة الكرة أرد كل عشر مرات طب هو وسبب تسبيحة توزع على جميع الأرض يبقى إذاً سواب تسبيحة واحدة قدى عشر قدى الأرض عشر مرات وإضرب الكلام ده في عدد أهل الأرض ده عدد أهل الأرض موجودين دلوقتي ولا عدد أرض الأرض من زوء الخرق آدم إلى أن تقوم الساعة تخيل بقى شيء تخيل بقى لما تقول سبحانا الملك القدوس ده غير سواب الزكر أنت تحيي سنة مهجورة بلاية أنت ترفع وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فياريت يحيي السنة المهجورة شيء عظيم من أحيى سنة أماتها الناس أحيى الله قلبه يما تموت القلوب ونفقها النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة هم الذين يحيون السنة والمتبسكون بالسنة طيب إيه الدليل على كده ده الحديث العظيم اللي كنت قلت لحضراتك وقبل كده اللي رأيه ابن موندي يعني الغسل صاع والوضوء مد الغسل صاع والوضوء مد يعني صاع يعني نبي صعصان كيف يختص بصفحة مية هذي كده والوضوء مد يعني تاخد كمية مية وتمسح على العضو بتاعك ما تسيبش الحلفية شيخ غالب أنا والله بأعمل كده دلوقت بفتح الحلفية أخد حفلة مية في إيدي وروح أفل الحلفية تاني وروح ماسح يعني أخد كله عضو ثلاث مرات مش قادر تعمل كده بيفتح السرسوب ما يزغل أو يكون نازم النبي صاعصان بيقول ليه الوضوء غسل الصاع غسل الغسل صاع والوضوء مد وسيأتي من بعدكم من بعدكم أقوام أقوام يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتي أولئك ليس على سنتي والمتمسك بسنتي معي في حضرة القدس قال له رسول الله ومع حضرة القدس قال منتزه أهل الجنة منتزه أهل الجنة في مكان في الفردوس الأعلى اسمه حضرة القدس من أجمل الأماكن في الفردوس الأعلى منتزه أهل الجانب الجاهل الأهل في الفردوس الأعلى بيتفسحوا فيه ونبس عليه وسلم هكون موجود فيه طبعا هتتفسح مع نبس عليه وسلم في حضرة القدس لو أنت اقتصدت في الغسل وقتصدت في الوضوء وكنت متوسك بالسنة اللي بيحي السنة المهجورة اللي كل ما يعرف سنة مهجورة يعمله فأنا هكتب لكم الحديث في الوصف نسخوا هذا الكلام ونشوه أقولوا خولي هذا يستخدم الله